ثانيا أنجز مهندس معماري تصاميم لخمسة قطع من الأرض وفق السلم 1 على 400 وفيما يلي جدول تفصيلي يتضمن الأبعاد الحقيقية والأبعاد على التصميم لكل قطع القطع الأولى شبه منحرف القطع الثانية متوازي الأضلاع القطع الثالثة معين القطع الرابعة مستطيل القطع الخامسة مربع الأبعاد الحقيقية بالمتر القطر الكبير 22 القطر الصغير 18 الارتفاع 20 القاعدة الارتفاع القطر الكبير 24 القطر الصغير 16 الطول العرض قيس الضلة 24 الأبعاد على التصميم بالسنتيمتر 5.5 4.5 10 5 المساحة الحقيقية بالمتر المربع 400 396 192 هذه القطع على ملك عائلات اشترتها من إحدى الوكالات العقارية بسعر 128 دينار المتر المربع الواحد وقدر ربح هذه الوكالة بـ 25% من ثمن البيع أتأمل الجدول وأملأ فراغاته بما يناسب الإجابة القطع الأولى القطر الكبير يساوي 22 متر يساوي 22 في 1 على 400 يساوي 0.55 من ألف متر يساوي 5.5 سنتيمتر القطر الصغير يساوي 18 متر يساوي 18 في 1 على 400 يساوي 0.45 من ألف متر يساوي 4.5 سنتيمتر الارتفاع يساوي 20 متر يساوي 20 في 1 على 400 يساوي 0.55 من ألف متر يساوي 5 سنتيمتر القطع الثانية القاعدة تساوي 5.5 سنتيمتر تساوي 5.5 في 400 تساوي 22 سنتيمتر تساوي 22 متر الارتفاع يساوي 4.5 سنتيمتر يساوي 4.5 في 400 يساوي 1800 سنتيمتر يساوي 18 متر القطع الثالثة القطر الكبير يساوي 24 متر يساوي 24 في 1 على 400 يساوي 0.6 من ألف متر يساوي 6 سنتيمتر القطر الصغير يساوي 16 متر يساوي 16 في 1 على 400 يساوي 0.4 من ألف متر يساوي 4 سنتيمتر القطع الرابعة الطول يساوي 10 سنتيمتر يساوي 10 في 400 يساوي 4000 سنتيمتر يساوي 40 متر العرض يساوي 5 سنتيمتر يساوي 5 في 400 يساوي 2000 سنتيمتر يساوي 20 متر المساحة الحقيقية بالمتر المربع تساوي 40 في 20 تساوي 800 متر مربع القطع الخامسة الأبعاد على التصميم بالسنتيمتر تساوي 24 متر في 1 على 400 تساوي 0.6 متر تساوي 6 سنتيمتر المساحة الحقيقية بالمتر المربع تساوي 24 في 24 تساوي 576 متر مربع القطع الأولى شبه منحرف القطع الثانية متوازي الأضلع القطع الثالثة معين القطع الرابعة مستطيل القطع الخامسة مربع الأبعاد الحقيقية بالمتر القطع الكبير 22 القطع الصغير 18 الارتفاع 20 القاعدة 22 الارتفاع 18 القطع الكبير 24 القطع الصغير 16 الطول 40 العرض 20 قيص الضلع 24 الأبعاد على التصميم بالسنتيمتر 5.5 4.5 5 5.5 4.5 6 4 10 5 6 المساحة الحقيقية بالمتر المربع 400 3996 492 800 576 أبحث عن قيمة ربح الوكالة العقارية بأكثر من طريقة الإجابة المساحة الجملية للقطع الخمسة بالمتر المربع 400 مع 396 مع 192 مع 800 مع 576 يساوي 2364 متر مربع ثمن القطع الخمسة المربع المربع الواحد في المساحة الجملية للقطع 128 في 2364 يساوي 302592 الطريقة الأولى مقدار الربح ثمن القطع الخمسة في 25% 302592 في 25 على 100 يساوي 75648 دينار الطريقة الثانية ثمن المتر المربع الواحد على أربعة في مساحة الخمسة قطع 128 على أربعة في 2364 يساوي 75648 دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر